حتى الأزمات يحاول الفاسدون المفسدون استثمارها لملء جيوبهم وبناء ثرواتهم الطائلة وبذريعة البحث عن حلول يفتحون قنوات جديدة للسرقة والاختلاس والنهب الأزمة الاقتصادية الخانقة في العراق كانت نقمة على الشعب ومغنما للمسؤولين من خلال استغلالها للتغطية على سرقاتهم والاستجداء الخارجي باسمها حيث أكد مجلس الأعمال العراقي أن مستشاري الحكومة ورطوها بقروض بمليارات الدولارات مبينا أن هذه القروض سترهن العراق بيد جهات أجنبية فضلا عن أنها ستعطي فرصة جديدة للفاسدين لنهب الأموال أما الأموال التي استنزفت من البنك المركزي بزعم دعم نفقات الطوارئ فإن الحديث عما تبقى منها بات يعد جريمة في عرف المسؤولين ووفقا لخبراء اقتصاديين لكن مهما أخفيت كمية خسائر العراق اقتصاديا فإن متطلبات تشغيل أجهزة الدولة ومؤسساتها ستفضح حجم الهدر والسرقة وضياع الأموال والموارد الاختلاس والسرقة سببان رئيسان في أزمة الاقتصاد لكن عندما يأتيان من حكومات لا تجيد الإدارة تكون نتائجهما أشد ضررا يضاف إلى سوء الإدارة الانصياع لعوامر الدول التي تريد بقاء العراق ضعيفا ولا سيما إيران ومن شاطرها النفوذ في العراق المتضررون من الأزمة الاقتصادية من موظفين وعمال وباع وصغار كسب كلهم سيقولون لو كانت هذه الأزمة بسبب قلة موارد البلد لصمتنا ولو كانت بسبب محتل خارجي غلب الساسة على أمرهم لصبرنا ولكن أن تكون في بلد غني بالموارد وساسته يتنعمون بها خالصة لهم من دون الشعب فذلك ما يكون فيه الصمت مذلة والثورة شرفا وواجبا ودفاعا عن الوجود ايهاد من الدلال ايهاد من الدلال ايهاد من الدلال ايهاد من الدلال ايهاد من الدلال